المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من اليمن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي مرحبا بك إياد إذن كيف تابعت هذه العملية التقنية المعقدة أو التي وصفت بنا حساسة لسحب هذه الناقلة العملية ربما عملية سابقة في التفاوض بشأن سحبها وأيضا في موضوع استهدافها لأكثر من مرة من قبل جماعة العثين السفينة تحترق وقد تؤثر بشكل كبير على البيئة البحرية خصوصا وأنها تحمل أكثر من مليون طن من المواد النفطية الخام وبالتالي فإن عملية قطرها وسحبها إلى إحدى الموانئ هناك ترجيحات بأن يتم سحبها أو قطرها إلى ميناء جيبوتي وآخرون يطرحون أن يتم قطرها إلى أحد الموانئ السعودية بالتحديد منها جدا لكن لا معلومات تفصيلية ومؤكدة بشأن هذه العملية لكن العملية هي عملية معقدة خصوصا وأن هناك حريق داخل السفينة بالإضافة إلى أن السفينة تحمل كميات كبيرة من المواد الخام وبالتالي هناك مخاوف من حدوث انفجار أو أن النفط الموجود على متن هذه السفينة قد يتسرب ويحدث ما لا يحمد عقباه من خلال التسرب النفطي قد يؤثر على البيئة البحرية في المنطقة كان هناك تفاوضات مع جماعة الحوثيين أعلنوا أنهم على استعداد للتعاون بقطر هذه السفينة ولكن بعد هذه التصريحات كان هناك تصريحات مختلفة من بعض قيادات الجماعة تتحدث أنهم سيراجعون نظرهم في مسألة السماح للقوات الدولية بقطر السفينة لا جديد بشأن موقف الجماعة إلى اللحظة لكن هناك تفاوضات وهناك أيضا تواصلات بشكل مستمر مع الإقليم بشأن أمكانية إنقاذ البيئة البحرية من مخاطر هذه السفينة التي قد تؤثر كما تحدثتك بشكل كبير على البيئة البحرية هناك تدخلات من قبل الجانب السعودي بحسب المعلومات وأيضا من قبل أطراف إقليمية وأيضا الأوروبيين وبالإضافة إلى المهمة الأوروبية التي تقول أنها على استعداد لقطر السفينة كانت الأسابيع الماضية قد حاولت الاقتراب من السفينة وأيضا للإطلاع عن كثب عن كمية النفط وعن إمكانية قطر السفينة ووضعها وحجمها وأيضا إمكانية ترفع التقارير الأولية بشأن عملية القطر لكن بعدها أعلنت المهمة الأوروبية أنها غير قادرة وأنها تعثرت في قطر السفينة ربما أن هناك أمر طارق جديد خصوصا وأن هذا الإعلان جاء مفاجئ بأن المهمة الأوروبية قالت ستبدأ بقطر السفينة خلال الأسبوع القادم لكن إلى اللحظة لا يوجد أي تحركات أو أخبار جديدة بشأن أن هناك هل شركة ستقوم بها أم هي المهمة الأوروبية نفسها كيف سيتم نقل هذه المواد النفطية هل سيتم سحبها أولا أو نقلها من سفينة إلى سفينة أخرى لأن العملية مكلفة خصوصا وأن هناك كانت توجد عملية نفس هذه العملية مشابهة مثل خزان صافر الذي استغرق مبالغ خيالية تم حشد التمويل لهذه العملية فيما يتعلق بسونيون لا يوجد أي أخبار بأن هذه السفينة سيتم قطرها عبر الشركة أو عبر سفن أخرى سيتم نقل النفط أم أن السفينة سيتم قطرها مع النفط لا جديد بشأن هذه العملية لكن كان هناك أيضا أحاديث وأيضا ما أحاط به المبعوث الأممي اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي تحدث عن هذه الكارثة البيئية التي قد تؤثر بشكل كبير على الملاحة الدولية وأيضا على البحر الأحمر وبيئته وأيضا تؤثر على الشعاب المجانية كما تحدث في أحاطته اليوم بالإضافة إلى أن هناك أيضا أحاديث من بعض من دوبي الدول بشأن خطورة سفينة سونيون شكرا لك أياد الموسمي كنت معنا من اليمن أشكرك